موسيقى كرم منذ القدم فعلى المستوى الاقتصادي سيدي بوزيد الهشرية منطقة فلاحية بامتياز تعتمد على الآبار السطحية والعميقة وعلى الغراسات السقوية والزيتين وتربية الماشية لكنها تعاني من التجاهل وقلة الدعم من قبل الدولة فيما يخص التجعات المالية والمنح والحوافز لذا أعدكم وعد الصادقين بأن أسعى إلى أن تكون فلاحتنا فلاحة رائدة وعصرية من حيث الانتاج والنوعية وذلك بالعمل على إحداث مناطق سقوية جديدة دعم زراعة الحبوب بالجهة بعث وحدات صناعية تحويلية للخضر والغلال وتعليب زيت الزيتون إنجاز مشروع سوق الانتاج الكبرى المعطل منذ سنوات بأم العظام تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية توفير حوافز مغرية للمستثمرين وتجيعهم على الانتصاب بالمنطقة الصناعية بأم العظام تركيز فرع للبنك القومي فلاحي بالهشرية تيسير القروض للشباب بتسهيلات وبدون فوائض لبعث المشاريع أما على مستوى الخدمات الاجتماعية سأعمل إن شاء الله على أحداث صندوق جهوي لمحاربة الفقر والنهوض في مناطق الظل ويموث الجهوي ويمول جهويا من أجل تطوير الأحياء المفقرة والمناطق الريفية والتسريع في انطلاق أشغال المستشفى الجامعي في أقرب الأجال والممول من الحكومة الفرنسية دعم المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد أولوية من أولوياتنا وذلك بتوفير أطباء الاختصاص والتجهيزات والمعدات اللازمة أحداث مستوصف بكل من السندوق والصدقية والفريو بأولاد إبراهيم أحداث شباك لاستخلاص المقابيذ المالية وفاتير الماء والكهرباء بالهشرية تعهد المؤسسات الطربوية معاهد إعداديات مدارس ابتدائية بالإصلاح والصيانة بعث شركة جهوية للنقل خاصة بسيدي بوزيد إصلاح شبكة المسالك الفلاحية برمجة مسلك طرفيهي وسياحي بمنطقة فرش الشيح عبر الطريق الرابطة بين سيدي بوزيد والهشرية يا أبناء وبنات سيدي بوزيد أطلبوا منكم أن نكون معا وأن تسجلوا حضوركم بكثافة يوم الانتخابات وأن تصوتوا لفائدتكم من أجل حاضر ومستقبل جهة سيدي بوزيد الغربية للهشرية دمتم ودامت سيدي بوزيد موتنا للأحرار والشرفاء بسم الله الرحمن الرحيم مترشع عن دائرة سيدي بوزيد الغربية والهشرية مهندس معماري شفيق زعفوري إلى كل الأهالي أتعاهدوا أمام الله وأمامكم في إيصال أصواتكم الغار مسموعة والمطمورة طيرة هذه السنين أصواتكم التي كانت دافئة في صنع أرضية فكرية تمثلت في ثلاث مسائل جوهرية الشغل والحرية والكرامة الوطنية التي سيتم بلورتها في مشاريع اقتصادية اجتماعية وسياسية نظرا للوضع المتردد الذي وصل إليه صغار الفلاحين فإن النهوذ بالمجال الفلاحي أصبح من أولويات الدولة لارتباطه بمسألة الأمن الغذائي والمقدرة الشرائية للمواطن فعلى الدولة أخذ القرار فيما يخص مسألة التسوية العقارية للأراضي الفلاحية وأن تتم التسوية بالدينار الرمزي الشيء الذي لن يكلف الدولة شيئا مع داء أخذ القرار وبالتالي فإنها ستكون من بين الحوافز المشجعة لإحداث ثورة فلاحية ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك التركيز على التشجيعات والدعم الفلاحي ترشيد استعمال الطاقة البديلة وأخص بالذكر منها الطاقة الشمسية استقطاب الشباب في المجال الفلاحي من خلال منحم الأراضي الفلاحية المهملة والمنهوبة وبالتالي ضمن تحسين الإنتاج وتشغيل بعض حاملي الشهادات العليا أما فيما يخص المجال التربوي الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية من خلال تطوير جودة الخدمات التربوية واستعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل التربوي إعادة النظر في مدى أهمية اللغات وأخص بالذكر منها الأنجليزية الصينية ألمانية والروسية تخصيص صندوق يعنى بتطوير وإصلاح المؤسسات التربوية بالمناطق المعزولة الداخلية ويتم تمويل الصندوق من طرف الدولة والقطاع الخاص جمعية المجتمع المدني والمساهمات المتنوعة من الدول الشقيقة والصديقة استقلالية جامعة الفنون والحرف بسيدي بوزيد مجال الصحة الارتقاء بجودة الخدمات بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد من خلال برمجة مرحلية لتطوير تجهيزات الطبية وتفعيل كل الاختصاصات للحد من نسبة الوفيات في الطريق الرابطة بين السيدي بوزيد واسفاقس تحسين الخدمات الصحية بالمناطق الفلاحية وعدم الاقتصار على يوم واحد للعلاج أما فيما يخص المجال السياسي جعل هذه المؤسسة مؤسسة رقابية فعلية من خلال التقييم الدوري السنوي لبرنامج كل الوزارات عدم التفريط في المؤسسات الحكومية وثروات البلاد وأخيرا لا للتطبيع بأي شكل من الأشكال على المقتنعين بهذا البرنامج التصويت لرقم 13 وشكرا ترجمة نانسي قنقر